فاز القاضي إبراهيم رئيسي أم لم يفوز فهو رئيس إيران الإسلامية الثامن فالرجل مرشح المرشد علي خامنئي وربما خليفته إذ إن فوز مرشح محافظ ربما سيدفع إيران إلى حث الخطى نحو أحياء الاتفاق النووي وتحرر من قيود العقوبات وسيفتح الباب أمام الحكومة الجديدة لدعاء أنها صاحبة الفضل في إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن الرئيس الجديد سيواجه معضلة إنعاش الاقتصاد والتخلص من قيود العقوبات الأمريكية القاسية إذ يمثل الاقتصاد مكمن الخطر ونقطة الضعف الأساسية للمحافظين حتى بعد فوز رئيسي ويتخوف رجال الدين في إيران من عودة احتجاجات الشوارع التي اجتاحت البلاد عام 2017 فيما يعترف المسؤولون بضعف السلطات أمام الغضب الناجم عن تفاقم الفقر التحدي الأكبر في انتظار رئيسي هو الاقتصاد خاصة أن اندلاع الاحتجاجات سيكون حتمياً إذا فشل في العثور على علاج للوضع الاقتصادي إن فوز رئيسي في حال تحققه يعني إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي البرلمان العام الماضي وتحتاج الزعامة الدينية لنسبة مشاركة عالية لدعم شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة احتجاجات على استشراء الفقر والقيود السياسية منذ عام 2017 تحت وطأة التضخم المتصاعد والبطالة المتزايدة ويحظى رئيسي بدعم الحرس الثوري وهو مؤسسة قوية عارضت على مر السنوات المبادرات الإصلاحية وأشرفت على قمع الاحتجاجات واستخدمت قواب الوكالة لإبراز نفوذ إيران الإقليمي ترجمة نانسي قنقر